الفترة الجاية جماعة في الخريف بنجلم الأشجار جميع الأشجار والنباتات عايزة تكلم عن نقطة وسر مهم جدا بخصوص تقليم الأشجار أي شجرة أو نبات مش هتكلم عن الموعيد ولا طريقة التجليم أنا بتكلم عن سر معين لما بنيجي فترة الخريف والشتاء والسكون والأوراق بتتساقط وفي أفرع بالجفت بنبدأ نجلم نباتات الزينة أشجارنا المسمرة كل حاجة في الحديقة في حاجة مهمة في التجليم لو عملناها غلط اعرفوا على طول أن ممكن الشجرة تخوخ تخوخ يعني جلبها يفحم وتبدأ تبقى من جوة كلها عبارة عن عفوا يعني خرام وممكن نلاقي الشجرة كلها فجأة وإحنا بدون سبب مش عارفين ليش شجرة كبيرة أو صغيرة أو حتى نص الشجرة ممكن لاجيه فجأة فحم وتحرج وباز وتلاقي الشجرة كلها اسودت أو ماتت وإحنا مش عارفين السبب عشان كده عايزة أقول لكم على أهم نقطة الفترة اللي فاتت كنت بابني البيت ومش فاضي وجبت أخ يعني جار قلت له حاولت جشبر كده وجلم شوية في الأشجار عشان مش فاضي فبعد ما أجلم شفت شوية حاجات خاطئة جدا وأني طبعا اليومين جايين هبدأ أجلم أنا كل الأشجار فعايز أقول لكم على أهم نقطة في التجليم في أي نوع شجرة أو نبات لو اتعملت صح شجرنا متجلم مية مية وبتحفز وبيلمو اتعملت غلط اعرفوا أن النبتة بدون علمنا ممكن مع الوقت فجأة بعد شهر بعد سنة نلاقي الشجرة كلها ماتت وإحنا مش عارفين إش هو السبب عايز أقول لكم على السبب على السريع بصوا جماعة هذه شجرة الزيتون نشوف هنا هذه شجرة الزيتون كاملة بصوا الناس الجديمة الناس القديمة بتاعت زمان أسادزوا وبيفهموا لو جينا نبص على التجليم شايفين هذا كان فرع مجلمينه كانت طبعا الشجرة أرفع من كده بصوا التجليم بيجوا على الحز على الحز أو على العين وبيقطعوا بصوا لو نلاحظ كله هنا شايفين شايفين كله بيجوا على صنطي أو بصوا هنا بيجوا على طرف الفرع وبيقصوا كله طيب نشوف صاحبي اللي قلت له حاول تجليم للشجر بصوا جماعة سيب الفرع وسيتطلع منه حتة هذه أكبر مصيبة ممكن تعملها لو هتجليم شجرة إن انت تسيب هنا 2 سنطي 2 سنطي يعني المفروض إن انت وهقول لكم السبب المفروض إن انت لما تيجي تجليم بتشيل الفرع هذا كله من الأساس أو عايز تشيل من هنا لازم تشيل من الحز ما تسيبش حتة طويلة زي كده زي هده شايفين هذا غلط المفروض بنيجي على زوية العين ونقص من البداية زي ما احنا عاملين هنا بصوا زي الحتة هذه كده إن احنا نقصها كلها أهو شايفين ما ينفعش نسيب حتة يعني احنا عايزين نسيب الفرع هذا كله يبقى لازم نشيل الزيادات هدي كلها من الطرف نيجي هنا من الطرف نيجي هنا من الطرف اللمونة مثلا نبصوا الحتة هادي شايفين كيف خوخت واسودت هادي ما ينفعش نسيبها المفروض بنيجي على اخر الطرف خالص ونشيل طيب نفترض عندي فرع زي هذا وعايز أشيل منه شوية بنيجي على العين على العيون يا جماعة ونقص من فوق العين على طول يعني هادي عين أو هادي عين بنيجي على طول مدام هنسيب من الفرع يبقى نقص من بعد العين الجصد ان انت ما تسيبش حتة ساق خشبية طويلة ملهاش اي قيمة زي هادي ليش لو بصينا هنا ممكن نيجي بعد فترة نلاقي الفرع هدا كله او الحتة هادي اللي احنا سيبينها وما جصناش على العين على طول نلاقي هادي مثلا عشان الكاميرا ممكن هادي المفروض الصحن هتتشال من اساسها او مثلا عند العين هنا لو هنسيب الفرع ينقص كله يا اما لو هنسيبه نقص من على العين ما بتلاحظوش لما بنقص من حتة فاضية سهلة المقص بيجري فيها لكن العين صعبة جدا العين هادي كأنها عاملة زي الركبة بتاعت الانسان فاصل بين الصاق والفخد فكأنها حتة عظم العين زي كده بتبقى كأنها عظمة جاسم الفرع اللي هو طالع فالفرع يا بنقص من العين يا اما الفرع كله بنشيله من اساسه زي الحتة هادي لما بنسيب حتة زي هادي هادي بقى جماعة اللي ممكنش بحصل فيها بقى بتنشف لانها صاق بدون عين بعد ما بتنشف جلمنا افرض انت عملت عشرين قطعة بتشكل هادا في الشجرة هتيجي بعد فترة تلاجي الحتة الطويلة هادي بتنشف وبعد ما تنشف ممكن تخوخ ومن جوة سهلا يضربها السوسة او تضربها الحشرات او انها هي تعمل اخرام وصقوب الصقوب هادي ممكن تنتشر وتفضل تمشي لغاية ما تعد في جلب الشجرة كلها اذا كده نيجي بعد فترة بنجلم وبنعمل وبنسمد وكل حاجة ونلاجي الشجرة فجأة نصها او كلها فحمت وماتت لان ممكن الساق اللي بنسيبه يدخل في النشاف هدا اسمه النشاف النشاف بيعدي يعدي من كذا مكان مقصوص غلط لغاية ما نلاقي جلب الشجرة كله خوخ وفحم واصبح حش هادي اكبر مصيبة يبقى لما نجلم اقعد تسيبه حتة زي كده هتسيب فرع اتاخد كل الزيادات اللي فيه وتسيبه وتيجي من اخره مثلا وعند العين تقص اما لو هتيجي تقص الفرع طلع من هنا مثلا يبقى كل الفرع بدك تشيله تشيله من اوله خالص عشان تمنع حتة العين هدي او اوله بمنع ان انت يدخل في نشاف او هوا وانجلب الشجرة ممكن يصاب احلى مساء عليكو حبيت انوح على الموضوع هذا مهم جدا ومن الاسباب المشهورة اللي بتموت الشجرة عيننا سواء نبات زينة او شجرة مصمر واحنا مش واخدين بالنا يبقى نقص من العين او من طرف الفرع من اول وخالص وايه وتسيبه اكتر من صنطي من اي مكان في الشجرة هذا بيقدي للتخويخ وان الشجرة جلبها كله يصاب بالفراغ والهواء ممكن تموت احلى مساء عليكو وتجليم الاشجار واهم النقاط الفنية اللي لازم نعرفها والسلام ختم السلام عليكم